وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل على نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني لها وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة به وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين وخلال الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة التصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القرآن الكريم وقاعة المقتنيات وقاعة المناسبات الملحقة بمسجد مصر فضلا عن أعمال ربط مقر القيادة الاستراتيجية بالطرق والمحاور الرئيسية المحيطة كما اطلع رئيس السيسي على موقف مشروعات الطرق والمحاور الجديدة ووجه بالقيام بأكبر قدر من التوسيع الهندسية وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية وكذا الاعتماد على أركض تصميمات للمنشآت على جانبي المحاور وتزويدها بكافة الخدمات